بسم الله الرحمن الرحيم أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى عدة أمور الأول تحقيق حد الكفاية المعيشية ومعنى ذلك أن النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى توفير المستوى الملائم من المعيشة لكل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم وهو ما يعرف بحد الكفاية والنظام الاقتصادي في الإسلام قرر أمور حتى يتوفر حد الكفاية المعيشية لكل إنسان مما يجعل الإنسان يعيش ملائمة ويتوفر له أمورها المعيشية والضرورية من هذه الأمور الزكاة فالزكاة هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص الزكاة هي تأخذ من الأغنياء وتعطى إلى الفقراء لسد حاجتهم وهذا يعني يختص به الفقراء المسلمون لأن الزكاة هي عبادة وتصرف إلى من ذكرهم الله عز وجل في الآية المعروفة إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخر الآية فهذه تعتبر مورد يحقق حد الكفاية المعيشية للفرد أيضا من الأمور التي قررها النظام الاقتصاد الإسلامي لتوفير حد الكفاية المعيشية هي الحث على الصدقات والبيان فضل الصدقات ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اتق النار ولو بشقي تمرة فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتصدق ولو كان يملك الشيء القليل فكذلك من يملك الكثير ينبغي أن ينفق كثيرا وبالتالي فيكون هذا رافد أو هذا أمر يدعو إلى أن يرتفع الفقر أو يقلل هذه الموارد تقلل من نسبة الفقر ومن قلة المعيشة عند كثير من الناس فالصدقات هي يعني رافد مهم جدا حث عليه الإسلام وبين فضله وبين أهميته في المجتمع المسلم توفير من الأمور أيضا توفر أو تؤدي إلى أن الإنسان يصل حد الكفاية المعيشية اللائقة به أن توفير فرص العمل وهذا تعلق بالدولة فينبغي على الدولة أن توفر فرص العمل للقادرين على العمل وينبغي أن تؤهلهم للعمل أن توجد العمل وأيضا تؤهلهم بالتدريب وبيان الوجهة السليمة في اختيار التخصصات والمهن التي يمكن أن تمارس كل على حسب قدرته ثم بعد ذلك أن يعطونا الأجر العادل الذي يحقق لهم حد الكفاية المعيشية المناسب بحيث أن العامل لما يعمل ويشتغل يجد من الأجر ما يحقق له هدفه في أن يعيش عيشة كريمة ومناسبة له هذا هو الهدف الأول من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي هو توفير حد الكفاية المعيشية للإنسان الهدف الثاني من أهداف اقتصاد الإسلامي الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية وهذا الهدف هو توظيف الموارد أن توظف الموارد الاقتصادية توظيفا مناسبا حتى يكون لها فائدة ولها أثر في المجتمع وأثر على الدولة أثر على الفرد الاقتصاد الإسلامي جعل هناك طرق عدة في الاستثمار الأمثل لهذه الموارد الاقتصادية فمن هذه الطرق هو أن توظف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق ومنع إنتاج السلع أو الخدمات المحرمة إذن هذا مورد أو طريق لاستثمار الموارد الاقتصادية استثمارها في إنتاج الطيب من الرزق كالزراعة بشتى أنواعها الحبوب والتمور غيرها من أنواع الزراعة التي هي طيبات ورزق للعباد وكذلك الصناعة وتشجيع الصناعة باختلاف أنواعها إلى غير ذلك من إنتاج الخدمات خدمات الكهرباء، خدمات الاتصالات، أي نوع من أنواع الخدمات التي توفر خدمات للناس والمجتمع فإذن هذه أن توظف في الأمور الطيبة التي تعود على المجتمع بالنفع ويمنع توظيف هذه الموارد توظيفا محرما هذا طريق من الطرق التي يهدف إليها الاستثمار والذي يهدف إليها النظام الاقتصادي في استثمار الموارد الاقتصادية أيضا يهدف إلى التركيز على إنتاج الضروريات والاهتمام بالضروريات ثم بعد ذلك الحاجيات من هذه الضروريات غذاء الإنسان، علاج الإنسان، كساء الإنسان، مأوى الإنسان هذه الأمور الضرورية، الأشياء التي يحتاجها الإنسان ويضطر إلى أنه يوجدها فهذه أن يركز عليها، ثم بعد ذلك يؤتى إلى الكماليات في إنتاج السلع والخدمات الكمالية يؤتى إليها، لكن أن يركز على إنتاج الضروريات هذا هو أمر مهم في النظام الاقتصادي الإسلامي وهذا أيضا في جميع أنواع الاقتصاديات العالمية الناس أو المهتمين بالنظام الاقتصادي يركزون على الأسياء الضرورية التي يحتاجها ويستهلكها المجتمع ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الكماليات وهذان الأمران من أهداف النظام الاقتصادي في الإسلام وهو توفير حد الكفاية المعيشية لكل إنسان والاستثمار الأمثل لكل الموارد الاقتصادية سنكمل بإذن الله عز وجل ما بقي من الأهداف في حلقة قادمة هذا والله أعلم وأحكم